لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صفح يوماً إذ فارك يا مرحبا فيكم حبيبنا ما تعبوا علي اليوم لابس لكم كنزة زهر ولكن جوصيف حبيت هيك أخد يعني بلون زاه يكون شوي حس هيك بالفرشي والتغيير يعني المهم ما تعبوا علي يعني هي أول مرة أنا بلبس هذا اللون ولكن متشي مع البنطلون لونه أبيض حسيته هيك بغير يعني المود بهذا الفيديو إذا أراد رح نحكي مختصراً وما رح نوسع كتير عن عطورات شركة كلين هلأ هاي العطورات تقريباً عندي منها يعني خمسة أو ستة هؤل العطورات سعر أو خلينا نقول أول شي إنه الإزازة خمسين ميلي لكل حدا لكل أنينة منهم ولكن تقريباً عندي الأسعار عم تتراوح بحدود 80 دولار وهي أسعار أنا باعتبرها بالنسبة لهاي العطور أو لهاي المجموعة يعني أسعار مبالغ فيها وللمفارقة إنه عم شوفها بكل المحلات هون المشهورة والكبيرة يعني اللي بتجيب برندات عالمية وحتى فيها يعني أقسام أو قسم من عطور النيش يلي خليني متفاجن من موضوع إنه كل هاي الشركة عم متقلد عطورات يعني نوعاً ما عالمية أو يمكن يكون في عندها كرياشن خاص أنا ما شفته بصراحة هلأ هاي واحدة مثلاً مثل هاي الكلين رين تقريباً من ريحة الإنفكتوس فيها هاي هاي الثانية مثلاً الكلين سكن هلأ بشم فيها هاي أنا حسيتها أجمل بشم فيها ريحة الكولوتر النسائية هذا هاي مثلاً هاي الكلين الفريش لاينز هاي بحسة متل دول غسيل ريحة هاي 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 كمان الكلوتر الرجالية هاي أخيراً اللي هو الوارم كوتون هاي كمان برجان تاني من الكلوتر بس ما حضرني ولكن مانو جميل هدا فكلون هول بناء على يمكن يكونوا انضاف كواليتي شي قوي ولكن ماني يعني مقتنع فيه هاي كرائحة وكسعر مقارنة بالرائحة حتى بالكمية هذا كان يعني اللي بدي أقول لكم يا عن هاي العطورات اللي هي كلين بتمنى يعني كمان انتو ما تاخدوا ما تاخدوا كل شي عم قولوا وجربوا شوفوا اللي بتحبوه فيكن تستعملوه يمكن هاي يعني أنا قليل حتى لشوفها بمناطق تانية ولكن بأوروبا متواجدة بحبت لقلكون كثير كبيرة كونوا بخير بأمان الله